أطلق الأمين العام النائب بذارة الاقتصاد والتخطيذ التنموي الأنشطة الرسمية الوكالة الفنية للأنشطة الإنسانية والاجتماعية بتدريب شباب الدائرة السابعة والثامنة في مجالات عدة تتعلق بالحاسوب واللغة العربية والإنجليزية تقرير محمد طاهي صالح ضمن الأنشطة الإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها الوكالة الفنية للأنشطة الإنسانية والاجتماعية من حين لآخر على مدى السنوات الماضية فقد انطلقت الفعاليات الرسمية لمشروع تقوية الكفاءات لصالح شباب الدائر السابعة والثامنة في مجال التقنيات الحسوب واللغة العربية والانجليزية وذلك بدعم فني من البنك الإسلامي للتنمية وهذا المشروع يشمل 200 من الشباب لمدة عام كامل حيث قدر المبلغ الإجمالي لهذا المشروع 82 ألف دولار تكفلت الوكالة بجزء منه والجزء الثاني من البنك الإسلامي للتنمية وقد عبر رئيس مجلس الإدارة للوكالة الفنية لأعمال الإنسانية والاجتماعية أما تقوم به الوكالة من أعمال نعتذر لهذا الخطأ الفني التغليل لمونة حسن سكايا شهدة سفارة الأمريكية تنظيم مؤتمر صحفي حول جائدة ماندلة المناسبة حضرها عدد من الشباب محمد آدم محمد زمالة منديلا واشنطن المعروف اختصارا بيالي هو البرنامج الرئيسي لمبادرة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية بارك أوباما بهدف تحفيز النمو والازدهار وتعزيز الحكم الديمقراطي وأكذا تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء إفريقيا مما جعل الشباب الشادئين الذين فازوا بمنحة زمالة منديلا واشنطن ينظمون مؤتمرا صحفيا بالتعاون مع السفارة الأمريكية بشاد لعرض ما طلقوه خلال تدريبهم الأكاديمي في مختلف المؤسسات الأمريكية وقد تخللت المؤتمر كلمات عدة جلها تتحدث عن المشاريع التنموية والموارد البشرية والعمل الجماعي وأكذا العلمة ومواكبتها ذلك مما جاء في ألسنتهم شاكرين الولايات المتحدة الأمريكية لمنحهم هذه الفلصة الثمينة أما الذين يمثلون شاءاتهم ستة شباب تلقوا تدريبهم في الجماعات الأمريكية لمدة ستة أسابيع في مختلف التخصصات العلمية كما تخلل المؤتمر تساؤلات عدة جلها تتمحور عن التعليم والتعلم علما بأن الزمالة أسست في أهم 2014 من قبل الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما وأنها ستمنح 500 من المنح للقادة الشباب إلى أمريكا للدراسة الأكاديمية والتدريب على القيادة وحكومة أمريكا وشركائها سيعملون أيضا على خلق فرص فريدة من نوعها في إفريقيا ترجمة نانسي قنقر